يقر الحليف الأكبر لإسرائيل جو بايدن بتلطيخ يديه بدم الفلسطينيين في قطاع غزة إذ يخرج معترفاً بأن القنابل التي قدمتها بلاده لإسرائيل استخدمت في قتل مدنيين في غزة وللمرة الأولى منذ بدء الحرب ومرور أشهر عليها يتعهد بايدن بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل حال غزوها لمدينة رفح المكتظة بالنازحين طلبنا مراراً من إسرائيل وضع خطط لحماية المدنيين في رفح وأوضحنا لها أنها إذا اجتاحت رفح فلن نزودها بالأسلحة فالمدنيون في غزة قتلوا بسبب القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل وهذا أمر سيء وقد أوقفناها الآن فالولايات المتحدة تدرك أن اجتياح رفح يعني تعرض أكثر من مليون ونصف المليون مدني فلسطيني للخطر إذ يقول وزير الدفاع الأمريكي إن وضع النازحين هناك صعب جداً ويؤكد مراجعة بلاده لبعض المساعدات الأمنية لإسرائيل ومنذ السابع من أكتوبر سرعت واشنطن عمليات تزويد إسرائيل بالأسلحة فهي تؤكد دائماً أن أمن إسرائيل هو أولويتها ورغم أن بايدن يتعرض لضغوط من الديمقراطيين واحتجاجات متزايدة في الجامعات الأمريكية مؤيدة لفلسطين ومناهضة للعدوان الإسرائيلي فإنه يواصل تأكيد استمرار إمدادات الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها مثل نظام القبة الحديدية وفي أول رد فعل من الجانب الإسرائيلي على تحذير بايدن رأى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إمدادات أسلحة معينة إلى إسرائيل مخيباً للآمال لا سيما أن إسرائيل دائماً ما تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة لوقوفها إلى جانبها منذ بداية الحرب